ومن بغداد يبقى معنا مراسل الغد محمد فاضل محمد لعلك أشرت في ختام تقريرك إلى رسائل هذه التظاهرات اليوم للطيار الصدري فهل هذه الساعات كانت كفيلة بإصال هذه الرسالة لمن يهمه الأمر بالفعل وهل وصلت إلى هذه الأطراف؟ نعم بالفعل على ما يبدو أنها وصلت لأن سرعان ما بدأت التصريحات تخرج من عدة نواب داخل التحالفات والأحزاب السياسية الباقية طبعا هي لم تخرج بشكل رسمي باسم التحالف أو باسم الحزب لكنها خرجت باسم نواب على سبيل المثال هناك نواب من تحالف الفتح قالوا بأن هذا الموضوع لا يجب أن يطرح في هذا الوقت وأن إن طرح هذا الموضوع فلدينا أيضا شخصيات يمكن لها أن تتولى سدة الحكم على ما يبدو أن تصدع بدأ فعلا داخل البيت السياسي الشيعي لذلك بدأت بعض المكونات السياسية والحزبية الشيعية تقول بأنها هي الأحق برئاسة الوزراء وأنه لا يمكن أن تكون رئاسة وزراء منفردة وعلى جميع أن يكون في خندق التوافق هم يسعون إلى إعادة لملمة هذا البيت الشيعي والأحزاب التي ربما ستخرج منها خصوصا وأن تحالف النصر السيد العبادي بدأ يلوح بإمكانية خروجه من هذا التحالف التحالف الشيعي أقصد لذلك الأمور تبدو غير منضبطة داخل البيت السياسي الشيعي هناك اتصالات تجري ما بين القيادات السياسية داخل هذا البيت الشيعي إضافة إلى أن هناك اجتماعات مرتقبة قد تحدث خلال الأيام القديمة محمد اسمح لي في سؤال بديهة ومنطقي على ماذا يعول أنصار الطيار الصدري بالنزول بهذه المظاهرات ليست هناك آلية لاختيار رئيس الحكومة بمعنى هل رئيس الحكومة يأتي بتظاهرات من خلال الشارع أن هناك آلية ينص عليها الدستور في ذلك ولها شكل محدد طبعا الدستور العراقي حدد أن يكون رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر يعني الكتلة البرلمانية الأكبر التي تفوز في الانتخابات أو التي تشكل داخل البرلمان بعد الانتخابات لذلك التيار الصدري يعول على أن يكون هو الكتلة الأكبر التي ربما ستكتسح الكثير من الكتلة السياسية هو يعتمد على جمهوره الشعبي لذا بدأ يثقف اجتماعيا بدأ يثقف شعبيا حتى في مسألة النقابات بدأ يدخل في مجال النقابات يريد الحصول على مئة مقعد على الأقل داخل البرلمان العراقي إن حصل على هذا العدد من المقاعد فإنه ربما سيفاوض الكتلة السياسية الأخرى على هذا الأمر لذلك هو يعول على القاعدة الجماهرية أولا إضافة إلى ذلك هو يعول على رفض الشارع للطبقة السياسية الحالية وهو الأمر المهم أيضا الذي يركز عليه أنصار التيار الصدر شكرا محمد فاضل مراسل غد من بغداد